عندما ندخل على عنصر الاحترام عنصر الاهتمام هنا يكون الإنسان إذا زاد في هذا في موضع الشك ماذا يريد لأن أساس العلاقة مبنية على الاحترام وليست مبنية على الاهتمام العلاقات الدائمة هي علاقات لا تتغير بتغير مشاعرك تجاهها عمك هو عمك سواء تحبه أو ما تحبه خالك مثلا أخوك طيب هذا الوعي في نوع العلاقة ورتبتها يساعدنا أن نرى أيهما أولى بمشاعري أيهما أولى باهتمامي أيهما أولى بتضحيتي أيهما أولى بوقتي المبذول وأيهما أولى بمالي وفكري ومشاعري وتفكيري إذن هذا نوع من أنواع العلاقات النوع الثاني هو العلاقات المنتظمة تحدثنا عنها سابقة ربما بعضكم سمعوا هذا الكلام هي العلاقات التي يجمعها زمان ومكان لهدف معين مثل الجامعة مثل العمل يجمعني زمان ومكان لتحقيق أهداف المنظمة أي خلل في الزمان أو المكان أو الأهداف ينقل هذه العلاقة من حيز العلاقات المنتظمة إلى نوع آخر سنتحدث عنه بمعنى إذا صار ثمة تواصل بين الزميل وزميله أو الزميلة وزميلتها خارج وقت العمل ماذا يسمى هذا؟ إذا كان هناك لقاءات خارج مكان العمل انتقلت العلاقة من علاقة منتظمة إلى علاقة من نوع آخر إذا كانت العلاقة مبنية على أهداف خارج أهداف المنظمة أصبحت العلاقة هنا ليست علاقة منتظمة طبيعة العلاقة المنتظمة أنها مثل السمكة إذا خرجت من الماء ماتت كذلك العلاقات المنتظمة في العمل أنها إذا خرجت من إطار العمل زمانا ومكانا طبيعي جدا زميلي ما يتواصل معي طبيعي جدا ليأخذ إجازة ما نتواصل معه طبيعي جدا الذي يأتي من إجازة لا نحتفي به لأن هذه هي طبيعة العلاقات المنتظمة وعي أنا بطبيعة العلاقة يرفع عني العتب ما أعد أعتب على الناس ولا أشرح عليهم ولا أكون متطلع ولا مرتقب وإنما أكون أكثر وعيا أكثر لجا أكثر هدوءا في تعامل مع الآخرين ثم تم يسمى بالعلاقات القديمة وهي العلاقات التي انتهت على مشاعر معينة سواء كانت مشاعر جيدة أو مشاعر غير جيدة ثم التقينا بعد مدة فهذا اللقاء الأولي إما أن يحيي هذه العلاقة وإما أن يميتها من العلاقات التي يمكن نضيفها هي العلاقات المبنية على المصادفة علاقات مبنية على المصادفة بمعنى في أحد ممكن يصير بينك وبينها هذا السيارة ثم تنشأ بينكم علاقة يكون بينكم مشكلة ثم تنشأ بناء على هذه المشكلة علاقة هذه العلاقة بالمصادفة ممكن أنت يعني واجهت إنسان في بلد غربة وكان هذا اللقاء المصادفة فيه أنشأت علاقة بينك وبينه أيضا من الأنواع النوع اللي ممكن نضيفها العلاقات المخطط لها العلاقات المخطط لها هي تلك العلاقة التي ترى أنت أن من صالحك أن تتعرف على فلان فتبدأ تخطط لهذا الشيء ممكن يأتي واحد يقول هل أكون أنا مصلح جي الجواب نعم إذا كان من الحكمة أن تبتعد عن الناس الذين يمكن أن يؤذوك فإن من الحكمة أن تقترب من الناس الذين يمكن أن ينفعوك ولذلك خطط سلمان رضي الله عنه إلى علاقته مع النبي صلى الله عليه وسلم خطط خطة يعني هو ذكرها ذكر كيف بيسوي وماذا سيفعل وكيف سيتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك إذن ثمت علاقات مخطط لها هذه العلاقات هذه العلاقات تختلف حقوقنا وواجباتنا داخلها حقوقنا وحدودنا تجاهها في عدة أشياء لا نطيل عليكم بجيب أشياء على عجل مثلا المبادرة المبادرة أصلا ستة أنواع من الذي يستحق النوع الفاخر من المبادرة ومن الذي يستحق النوع الأدنى من كمال المبادرة طيب ما هي مستويات المبادرة المبادرة مستويات المستوى الأول هم الذين ينتظرون الأوامر لم يكن عندنا مناسبة مثلا تجد بعض الأبناء في البيت ينتظر الأوامر ما يسوي شيء ما يسوي شيء بعض الموظفين في فعالية معينة هو ينتظر الأوامر هو لا يفعل شيء فهذا أدنى مستويات المبادرة في العلاقات النوع اللي أفضل منه هم الذين يسألون عن العمل شفتوا الناس اللي تجهز تقول نفزع كذا تبون شيء قاصركم شيء هو قاعد يشوف الناس قاعدة رايحة جاية وتشتغل ومتحمسة ومضغوطة هو لا يكتفي إلا بالسؤال بس هو أحسن من اللي قبل اللي قبل ينتظر الأوامر الثاني هو الذي يسأل طيب من الصح؟ الصح على حسب العلاقة حسب العلاقة أختار موضعي من المبادرة على حسب العلاقة المستوى الثالث من المبادرة هم الذين يقترحون هو جالس يقول شرائكم؟ شرائكم نجيب كراسي للناس اللي واقفة شرائكم؟ هم الذين يقترحون يقترحون النوع الذي أعلى منه وأفضل منه في مستويات المبادرة هم الذين ينوون الفرق بين اللي ينوي واللي يقترح أن الذي يقترح إذا قال بالشيء ثم رفض توقف الذي ينوي هو لا ينتظر أصلا ردة فعلك أنا ناوي أسوي كذا أنا ناوي أشتغل كذا أنا ناوي أطبخ أنا ناوي أروح أنا ناوي أزور أنا ناوي أهدي اللي بيجي معي يجي ومن هنا تبدأ الأنواع الفاخرة في مستويات المبادرة في العلاقات النوع الذي يليه وأفضل منه هم الذين يفعلون ثم يخبرون يسوي الشيء بعدين يخبرك عنه يقولك والله أنا أمس سويت واحد اثنين ثلاثة أربعة أنا ترى أرسلت هدية لزميلنا اللي كذا كذا وكتبتها باسمنا وهو ما هذه قمة المبادرة بنفس جماعي وليس بنفس فردي وخير منه وخير منه هو الذي يفعل ولا يخبر وتكشفه الأيام يفعل ولا يخبر مثال مثال قد يأتي الإنسان في المعرض هنا ويصلح شيء ويصلح شيء ثم يخبر به لا يشعر هو بالمسؤولية الكاملة في هذا المعرض أنه عليه أن يصلح هذا الشيء لكن في بيته هو سيفعل ويصلح دون أن يخبر لأنه يعتقد اعتقاد جازم أن هذا الخلل في منزله هو مسؤولية الكاملة تخيل أن تعيش مع إنسان يشعر أنه مسؤول عن حياتك مسؤولية كاملة معظم معاناة الناس هي في الشعور بالضآلة السوشال ميديا تصور أن الحياة ملأة بالتضخيم لما تخطب فتاة مثلا ثم تعرض سيناريو الخطبة كيف بلغها وكيف جابها الهدية وكيف لما خرجت لقيت الفرش الأحمر وكيف اللموزين الطويل قدامه شاله وراحوا على الياخته ثم تخطب هي ويجون هو يهله ويمشون هي تشعر بالضع بس كذا بس أنا قدري بهذه الطريقة هل هذه قيمتي طيب من قال لك أن هذهك صح طيب هذا القدر من الاهتمام الذي تضخم في نفوسنا أحدث عندنا حاجة من تعفن المشاعر تجاه الآخرين يبدأ كيف ما نتعفن المشاعر يعني أنها مشاعر لم نستطع النبوح بها فتتعفن فإذا تعفنت المشاعر مرضت العلاقة وإذا مرضت العلاقة حدثت تقصير فيها وإذا حدثت تقصير فيها أصبح كل طرف يريد أن يدافع عن نفسه ويلقي التهم على الآخر وأصبح كل طرف يريد أن يعطي الطرف الآخر ما يريد ليس لأنه يحبه ولكن ليجعله يسكت ثم تنتهي علاقة دون أن يكون ثمة سبب يجوا الناس للإستشارات الأسرية مثلا زوجه زوجته إيش فيكم؟ ما في شي صديق وصديق إذا أراد أحد أن يصلح بينهم ويقول إيش اللي صار؟ يقولوا ما صار شي إيش بينكم؟ ما أدري والله دقيت عليه ما رد دق عليه ما رديت أطصلت عليه وكان مشغول ومرة كلمني ببرود هذه المشاكل النابعة من من جوع الاهتمام تولد الكثير من الأساء داخل مشاعر الناس تجاه بعضهم البعض رح تحدث عنها بشكل أكثر تفصيلا بعد ذلك بإذن الله تعالى على مستوى المساندة مثلا هناك من يساند ويطلب المساندة أساندك وأطلب المساندة هناك من يساند ولا يطلب المساندة وهذا إنسان مزعج هناك الذي يطلب المساندة ولا يساند وهناك الذي لا يساند ولا يطلب المساندة أيهم أفضل بحسب العلاقة نختار درجة المساندة التضحية سرعة الاستجابة سرعة استجابة الاتصال والدي لم تكن بالضرورة أو لا يجب أن تكون مثل سرعة اتصال صديق لي أو زميل أو رقم لا أعرفه المفترض هذا يختلف باختلاف طبيعة العلاقة أيضا التضحية التضحية ليس كل أحد يستحق أن نذبح له قرابين التضحية وإن من الأخطاء أن يعيش الإنسان وهو يرفع شعار أنا السيد نعم أنا المنقذ أنا البطل أنا الحبوب أنا الطيب أنا المتواضع وفرق بين التواضع والضعاه فرق أن تبذل وأن تذبل فرق أن تبذل وأن تبتذل تبتذل نفسك ثمة أناس يا جماعة لا يستطيعون أن يعيشوا في الحياة إلا طفيليين يصعدون على ظهرك طالما أنك منحني بكلمة نعم لا تقول لهم لا هم على ظهرك فإذا جاء يوم وبدأت تنتبه وتعي وتنضج وتبدأ تقول لا وتعرف حقك وتعرف وتستطيع أن تقول توقفوا أسكتوا حدك لا تتجاوز واستقام ظهرك سيقعون سيقعون لأن أمثال هؤلاء إذا انقطع الإمداد انقطع الوداد طالما أنت لا تستجيب لهم لا تطاوعهم لا تعطيهم لا تضحي من أجلهم هم سيتركونك ولذلك العلاقات اللي من هذا النوع هي علاقات مثل الوردة الصناعية شكلها جميل لا رائحة لها تدوم نعم تدوم وردة صناعية ما تخرم طالما أنك تعطيه طالما أنك أنت للضحي لن يتغير عليك لأنك أنت بالنسبة له مصدر مصدر استفادة فعلى مستوى التضحية يجب أن نعرف أنا أضحي لمن لماذا؟ لأن من القواعد المهمة جدا جدا إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فأنت تسعى لأهداف غيرك إذا لم يكن لديك هدف في الحياة فإنك تسعى لأهداف غيرك إذا لم يكن لديك هدف في علاقتك في أسرتك ما في هدف فأنت تسعى لتحقيق أهداف الآخرين في علاقاتهم أنت قاعد تبذل جهدك ووقتك وحياتك وتفكيرك ومالك في المكان الخطأ إذا عن مستوى التضحية، مستوى الطاعة، مستوى الإرضاء على مستوى الوقت المبذول طبعاً عن مستوى الإرضاء يعني أحنا نعيش نعيش في حياة يمكن أن نسميها الإنسان الإنسان المثبت الإنسان المثبت إيش معنى الإنسان المثبت؟ أصبحنا نعيش ونحن نريد في كل لحظة أن نثبت للآخرين أنا ألبس ماركة عشان أثبت لك أنا أرمي لي كلمتين إنجليزي عشان أثبت لك أنا أغير من شكلي، أزرع شعري، أنفخ، ألون، أصبغ، أسوي علشان أثبت لك أحياناً أخذ الدكتوراه علشان أثبت لهم منهم؟ ما أدري فأصبح الإنسان يريد أن يثبت، يتوظف جديداً فتصبح حياته في العمل يريد أن يثبت لزميلة، ولمديرة، ولمدير مديرة، وللوزير الذي لا يعرفه ويصبح هو يعيش هذه الحالة من حالة الإثبات التي لا يستطيع أن يحصل عليها أبداً لأن حالة الإثبات هي مثل الإنسان الذي يكون شخصية من شخصية مثبتة التي تحاول أنها تكون مثبتة هي مثل تمثال الشمع مجرد ما تأتيها شمس الحقائق تموع وتذوب مجرد ما لا يهتم به أحد فإن أي نظرة ازدراء يمكن لها أن تكسره إذن حالة الإرضاء لا يستحقها كل أحد الوقت المبذول لا يستحقه كل أحد لأنه مورد إذا أنت صرفته لمن لا يستحق سيكون على حساب من يستحق هذا المورد كيف أنت توازن به على مستوى الاهتمامات مثلا على المستوى الاهتمام كيف نكتهتم بالآخرين هذا الاستنزاف من المشاعر يجعل الإنسان الطيب الحبيب نبس عسلم يقول خيركم خيركم لأهله لأن اللي كويس في البيت بيت أهله إذا خرج بالضرورة يكون كويس لكن اللي كويس بره ليس بالضرورة أن إنسان راقي داخل بيته ليش؟ لأنه نزف في الخارج وأراد أن يرتاح في الداخل لأنه بذل وأعطى في الخارج فأراد أن يأخذ في الداخل لأنه أزاح في الخارج وأراد أن يزيح في الداخل ولذلك تجد أن بعض الناس اللي شخصياتهم لطيفة ورائعة وحبوبة وكريمة وطيبة في الخارج يكون إنسان تكثر شكوى زوجته أو زوجها منها وأبناؤها وأبناؤه منه لأن كل هذه المشاعر تم صرفها على من لا يستحق أو على من يستحق لكن في رتبة أقل من رتبة أبناءه الله يا جماعة الإنسان يذهب أحياناً لبوفيه أو كفي أو أي مكان لمجرد لمجرد أن هذا الكفي يعرفه بس يعرف وزنية سكرة أن أول ما يشوف يقول هلأ أبو بدر ويعطيه وزنية سكر بس وزنية سكرة يعرف أنه إذا طلبتنا شاهي نحط لي معا نعناع يعرف أنه يبغى السكر برا هذا الشعور بالاهتمام يجعلني يجعلني أذهب إلى المكان الأبعد من أجل هذه اللحظة من الاهتمام وأبذل مال أكثر من أجل هذه اللحظة من الاهتمام ويجعلني أروح وأبذل جهد أكثر في الزحمة علشان هذه اللحظة من الاهتمام فكيف بمن يعيش مع إنسان يعطيه الاهتمام العمر كله هناك أناس فعلاً القرب منهم هو فردوس أرضي سره في الحياة أنه يشعرك بالأهمية سره في الحياة أن يشعرك في الأهمية طيب كيف تشعر الناس بالأهمية الخلطة بسيطة في وصفها صعبة في تطبيقها تقول الوصفة إذا أردت أن تأسر القلوب فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به نقطة إذا أردت أن تأسر قلبا فعليك أن تهتم بما يهتم به من تهتم به أنت من تهتم به؟ بأبيك بأمك بأبنائك بأصدقائك هم ماذا يهتمون به؟ اهتم بهذا الاهتمام مجرد اهتمامك بهذا الاهتمام يجعلهم يتمنون لقياك يا أبا عمير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الطفل لأخه أنس رضي الله عنه ما ولد صغير عند طيره مات مات الطير عند الصغير لعبة عند الصغير تموت معناها الحياة أظلمت في عينيه فمات هذا الطير فكلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل أنه غير أنه غير الطير وصار على طيرك فيبدأ يفضفظ له الطير صار لك وصار لك طيب شوف هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل أنه غير إشعار بالأهمية يا أبا عمير ما قاله ولد أو ورع ياه لا يا أبا عمير إشعار بالأهمية وحديث عن الاهتمامات يا أبا عمير ما فعل أنه غير في وحدة صحفية أمريكية اسمها دورثي ديكسي عملت مقابلة مع شخص مسجون في أمريكا تهمته أنه تزوج 133 امرأة أو 134 امرأة فقالت له أنت كيف استطعت أن تخدع 133 أو 134 امرأة قال ستوب سؤالك غلط قالت كيف أسأل قال سأليني كيف استطعت أن تقنع 133 امرأة بالزواج فقالت له كيف استطعت أن تقنع 133 امرأة بالزواج قال كنت إذا التقيت بها أحدثها عن نفسه ولا نفسها عن نفسها وحدثوا عن نفسها يخطئ كثير من الناس في إنشاء العلاقة في أن يستعرض عضلاته ويبدأ يتحدث عن نفسه وعن منجزاته حتى ينال الإعجاب ومن يحصد الإعجاب ومن يزرع الإعجاب لا يحصد الحب قد يعجب الإنسان بمن يكره قد يعجب الإنسان بعدوه قد تأتي امرأة مع صديقتها لشلة جديدة هي تريد أن تعرفهم على شلة جديدة هي تريد أن تكون علاقة مع هذه الشلة لكن وعيها في فهم العلاقات خاطئ أرادت أن تدخل مع بوابة الإعجاب فلبست أحسن ملابسة وأحسن شنطة وأحسن مار وأحسن ساعة وأحسن قصة وأحسن مدري إيش فأصبحت الأحسنات فذهبت إلى الشلة ودخلت إلى الشلة فأصبحت مشاعر الفتيات داخل الشلة تجاه أنفسهن بالنقصان والناس يكرهون لا ما ينقصك يكرهون ما ينقصهم فأعجبوا بها وكرهوها الله يأخذها شعرها حلو هذا المشاعر الذي يريد أن يكون علاقات من خلال الإعجاب لن يستطيع أن يكون علاقة العلاقة مبناها الأول بذرتها الأولى التي تسقيها الحب والحب له فلسفة إن كان في وقت تكلمنا عننا إن شاء الله بإذن الله تعالى طيب تأذن لي سالي سم بس يعني من باب بس الوشي التشغيب عليك سامحني أبشر الله يزيك خير الآن كثير من المعاني اللي ذكرتها قبل قليل في حقوق العلاقة أو هذه الأدوات اللي ذكرتها من قضية الإرضاء والمبادر وإحنا ذلك في جزء كبير منها مصطلحات شرعية كالإيثار وتقديم الناس على النفس إلى آخره نعم كيف هوازن بين المفهوم الشرعي اللي شريع أصلا تدعو له وفي نفس الوقت ما أقع فيه السوء اللي أنت ذكرته من استغلال بعض الناس حق هذا النوع من المبادرات أو هذا النوع من العظيم لا ضرور الإضرار الإثار لأن بعض الناس بس سامحني أستاذنا بعض الناس اللي يسمع الآن قد يغل يعني مو بكل الناس عنده قدرة على التمييز ما بين الأمرين يعني ممكن يقول لك يا أخي خلاص بلاش كل علاقة تأدي به إلى الذبول فمع السلامة ونعيش بنفسي وهذا خطاب موجود وساد نعم شون أوازن ما بين الغاية الشرعية من التشجيع على هالنوع من الأخلاق وفي نفس الوقت أني ما أصل إلى السوء فيها ممتاز الله شكرا على استدراك عمر رضي الله عنه يقول اعتزل ما يؤذيك فاستبدل الإنسان المعاصر الماء إلى من استبدل ما إلى من أصبحت اعتزل من يؤذيك طيب إذا أنا اعتزلت من يؤذيني من العلاقات العامة من الناس هذا الاعتزال عن من يؤذيني يرهف جلدي للصبر على العلاقات الحقيقية التي ربما تؤذيني طلبات والدي طلبات والدتي البر ليس مفروشا بالورود يا جماعة حسن الخلق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة أتدرون من أقربكم مني منزلا فيسكت الصحابة أكيد أبو بكر وعمر أحنا مين عند أبو بكر وعمر فيسكت الصحابة فيرد نبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أقربكم مني منزلا يوم القيامة فيسكت فيردوا ثالثة فلم يتكلموا فقال أحاسنكم أخلاقا هذا حسن الخلق العظيم في الشريعة وفي الميزان يحتاج إلى هذا النوع من الصبر على الآخرين نجي مثلا مفهوم الإيثار الإيثار لا يصح إلا بستة شروط لا يصح وإلا هو ليس هو منقصه وذمه في حق الإنسان فليس على إطلاقه الإيثار الكرم ليس على إطلاقه بذل الوقت ليس على إطلاقه الصفح الصفح ليس على إطلاقه الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يقول الشيخ بن عثمين رحمة الله عليه أما من يعفو ولم يصلح فليس أجره على الله عندما تعفو والعفو لاحظ أنه قيمة عالية جدا لكنها مقيدة بالإصلاح عندما تعفو عن ظالم ظلمك أو أخطأ أو مطعم قصر في خدمته أو موظف أهمل إذا عفيت عنه فأنت تزرع فيه شجرة أخرى تضل الناس بالإهمال مرة أخرى لكني أعفو وأصلح بمعنى أني أخبره عن خطأه أقلل عقوبته أجعله يتذوق مرارة هذا الخطأ حتى أحصل على العفو مع إصلاحه حتى لا يكرر مرة أخرى فالقيم لا بد أن تهذب القيم يا كرام تزرع ثم تهذب تزرع في الأطفال بإطلاقها فإذا كبرنا نهذبها بمعنى نجل الصدق مثلا نجل الطفل نقول الصدق خلق صادق خلق صادق خلق صادق خلق صادق الصدق ليس دائما صح فإن نقل الأسرار صدق والنميمة صدق والغيبة إذا كانت في حق هي صدق وإن لم تكن في حق فهي بهتان إذن أنا أخبر الطفل بالمبدأ ابتداءا أنه صدق فإذا كبرت شجرة الصدق بدأنا نهذب أغصانها وكذلك في مسألة القيم ومتى أقول لا ومتى أقول نعم ومتى أضحي ومتى أرضي الناس متى أستجيب متى أبذل هذه قيم عامة ممتازة على إطلاقها فإذا بدأت تنمو في شخصيتنا فهي تحتاج إلى إلى نوع من التهذيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر